في سياق متصل استقبل وزير الخارجية سامح شكري تيو تشي هين كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الامنية رئيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ وخلال اللقاء أعرب شكري عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التي تجمعها بسنغافورة مشيدا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين ومؤكدا على اهتمام مصر باستمرار تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدما إلى أفاق أرحب في شتى المجالات تنول لقاء الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المناخ الدولي حيث ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي وعوامل نجاحه وكيفية تنسيق الأولويات وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية لتحقيق أهداف العمل المناخي الدولي